اشتركوا في القناة الأصل في تربة الزراعة في مصر السخور هضبت الحبشة احنا قلنا ان التربة في مصر استكونت من تفتت هضبت الحبشة رقم اثنين بتحتوي التربة على مواد معدنية ناتجة عن تفتت السخور رقم ثلاثة نوع من التربة رماضي اللون هي التربة الصفراء قلنا لانها خليط ما بين التربة الرملية والتربة الصينية السؤال الرابع بيقول بتزداد نسبة الدبال في التربة الصفراء لان التربة الصفراء هي اكتر انواع التربة خصوبة لان نسبة الدبال هي اللي بتتوقف عليها نسبة الخصوب رقم خمسة اكتر انواع التربة تماسكا هي التربة الصينية لان التربة الصينية حبيبتها نعمة او حبيبتها صغيرة جدا عشان كده بتكون متمسكة رقم ستة من العوامل التي تساعد في تفتت السخور لتكوين التربة كل ما سبق طب تعالوا نفتكرهم هنقول اندفاع الماء والرياح مرور الزمن وتغير درجة الحرارة سبعة بتساعد الجزور في النقافية النباتات على كل ما سبق لان النبات بيساعد على تثبيت التربة في الارض وكمان هو اللي بيمد النبات بالماء والمغزيات لما بيمتصهم من التربة رقم تمانية بيفضل استخدام الاسمدة العضوية في زيادة خصوبة التربة لان الاسمدة العضوية تعتبر اسمدة طبيعية بتزاعد على خصوبة التربة وكمان لا تلوس النبات ولا التربة تصنف التربة الى ثلاثة انواع مختلفة لان انا عندي تربة رملية تربة صفراء تربة ثينية رقم عشرة بينمو الفول السوداني في التربة الرملية بصورة جيدة لان الفول السوداني ما بيحتاجش الماء كتير والتربة الرملية بتنفذ الماء بصورة كبيرة ومش بتحتفظ الماء السؤال اللي بعده بيقول اكمل ما يأتي واحد من مكونات التربة الحصى والرمل والدبال احنا عارفين لما حطينا عينة من التربة في مخبار مدرج لقينا ان الحصى من تحت وبعد كده الرمل والطين اللي هو الغرين وبعد كده الماء والطمي والماء وفي فوق السطح الدبال رقم اتنين بيقوم التربة بتثبيت جزور النبات في التربة دي اهمية التربة بالنسبة للنبات تثبيت الجزور ويتمده بالماء والمغازيات وموطن لبعض الكائنات الدقيقة رقم ثلاثة من العوامل التي تؤذي الى تفتيت السخور في التربة اندفاع المياه والرياح وتغير درجة الحرارة ومرور الزمن رقم اربعة تحفر ديزان الارض في التربة انفاقا لتسهل مرور الماء والمغازيات رقم خمسة التربة الطينية شديدة التماسك قلنا علشان خاطر هي الحبيباد بتاعتها صغيرة رقم ستة ترجع خصوبة التربة الى مقدار ما تحتويه من الدبال قلنا الدبال هو المسؤول عن خصوبة التربة رقم سبعة تجود زراعة الفكهة في التربة الصفراء لانها اكتر انواع التربة خصوبة رقم تمانية ينمو محصول الارض بكفاءة في التربة الطينية لان الارض بيحتاج مية كتير قوي والتربة الطينية عشان هي شديدة التماسك فالتحتفظ بقدر كبير من المية رقم تسعة تجود زراعة الفول السوداني في التربة قلنا الرملية لان الفول السوداني مش بيحتاج لمية كتير والتربة الرملية لا تحتفظ بالماء السؤال اللي بعده بيقول اكتب المصطلح العلمي 1- طبقة رقيقة مفككة تغطي سطح الأرض هي التربة 2- تربة سوداء اللون شديدة التماسك هي التربة الصينية قلنا لأن حبيبتها ناعمة 3- بقايا الكائنات الحية المتحللة الموجودة في التربة دواء تعريف الدبال وأن بقايا كائنات حية نباتية وحيوانية تفتتت واخترطت بمكونات التربة رقم 4- تربة زراعية تجود فيها زراعة أشجار الفاكاة هي التربة الصفراء نوع من التربة لونه أصفر هي التربة الرملية نوع من التربة شديدة التماسك هي التربة الصينية قلنا عشان حبيبتها نعمة أو صغيرة جدا رقم 7- تربة جيدة التهوية هي التربة الرملية لأن حبيبتها كبيرة ومفككة رقم 8- أقل أنواع التربة خصوبة هي التربة الرملية برضو لأن نسبة الدبال فيها قليلة جدا السؤال الرابع للمياتي 1- الطبقة الصفحية من التربة بتساعد على نمو النبات لأن الطبقة الصفحية هي اللي بيوجد فيها الدبال 2- تلعب ددان الأرض دورا هاما في التربة لأنها بتحفر أنفاقا بتساعد على تهوية التربة وتساعد على وصول الماء والمغازيات للتربة السؤال اللي بعده جزور النبات لها دور مهمة في التربة لأن جزور النبات بتثبت النبات في التربة وتعمل على تماسك التربة رقم 4- التربة الرملية جيدة التهوية لأن حبيباتها كبيرة ومفككة يعني قليلة التماسك رقم 5- بيفضل زراعة نبات القطن في التربة الثينية لأن نبات القطن بيحتاج لمية كثيرة والتربة الثينية بتحتفظ من الماء لأنها شديدة التماسك السؤال اللي بعده ماذا يحدث عنده 1- نقص الدبال والمغازيات في التربة هنقول هتصبح تربة فقيرة ولا تصلح للزراعة رقم 2- اختفاء ددان الأرض اختفاء ددان الأرض هيعمل على عدم وجود أنفاء فهيخلي التربة سيئة التهوية والدبال كمان هيكون قليل رقم 3- عدم وجود جزور للنباتات في التربة هنقول أن النبات لا يستطيع امتصاص الماء والمغازيات من التربة ولا يستطيع أن يزبط في التربة لأن الجزور هي اللي بتساعده على السبات في التربة وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة يارب نكون كلنا استفدنا أشوفكم على خير في فيديو آخر اشتركوا في القناة